اشار شديد جدا اما اقول محمد كالاسد مين اقوى مين اقوى قطعن الاسد الاسد هو الاقوى عشان كده شبهت محمد به محمد كالاسد او سعيد كالاسد او حسين كالاسد يبقى الكاف بتيجي قبل الاقوى قبل المشبه به الكاف قبل الاقوى المشبه به محمد كالاسد او حسين كالاسد شفتوا في صورة مريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول وليس الذكر كالانثة ما قالش العكس وليس الانثة كالذكر ان خلاص يبقى الذكر هو المفضل بالعكس ده الانثة هي المفضلة عند ربنا ده هي المفضلة لانه بيقول وليس الذكر كالانثة هي الاقوى رقم واحد رقم اتنين اما اقول لك تحب جبلك جبنة ولا حب جبلك الجبنة تقول لأ اما تقول لي اجبلك جبنة انا اختار انا اختار واسعة جبنة بيضة ولا رومي ولا ركفور ولا فالة ماء كل الجبن انا بختار تحب اجبلك جبنة اقول لك اه انا عايز الجبنة ما تقول لي احب تحب اجبلك الجبنة بقى الفولام بيتباحتها بقى نوع واحد حاجبه لك بص بقى في الاية يهيبو لانوشاء اناثا من غير الفولام ويهيبو لانوشاء الذكور الاناث مفتوح انما الذكور بقى الفولام طبعا هذا اجتهد من عندي يعني انما رجال الدين يصلحون لنا اي حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ما يقول له امك ثم امك ثم امك من احب الناس بصحابتي يا رسول الله قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك طب الام دي راجل ولا ست ست في ناس فاكرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولها للتأكيد لا الام بتعمل تلت حاجات الاب ما بيعملهمش بتحمل وتلد وتردع لا يمكن الاب لا حيحمل ولا حيردع ولا حيولد مكانة المرأة في الاسلام عالية جدا 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 ولذلك اي واحد بيعمل زكت وحش